أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف في درسنا لهذا اليوم على جدول الحقيقة للدوائر المنطقية والتمثيل الرياضي لوظائفها تعرفنا في الدرس السابق على البوابات المنطقية الأساسية وهناك جدول يوصف علاقة المخرج من البوابة بمدخلات البوابة بشكل عدد ثنائي إما واحد أو صفر ويطلق عليه مسمى جدول الحقيقة truth table والجدول التالي يمثل جدول الحقيقة لبوابة and وبوابة or فنلاحظ مثلا أن المدخلات عبارة عن متغيرين هما الx والy لتمثيل جميع الحالات هناك أربع حالات ممكنة للمدخلين x و y تعبأ بالجدول كالتالي صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد أصبحت الحالات الأربع صفر صفر أو صفر و واحد أو واحد و واحد بوابة and مخرج البوابة يكون هناك نتيجة عند وجود قيمة عند كل المدخلين أي في الحالة الأخيرة فقط نحصل على الناتج واحد وفيما عند ذلك من الحالات لا يوجد ناتج فنحصل على العدد الثنائي صفر بوابة or نحصل على نتيجة عند وجود قيمة في أحد المدخلات أي في الحالة الثانية والثالثة والرابعة نحصل على العدد الثنائي واحد أما في الحالة الأولى لعدم وجود مدخلات في كل المدخلين x و y فإننا لا نحصل على مخرج فيكون عندها المخرج يساوي صفر أما بالنسبة لجدل الحقيقة لبوابة not x فإن الأربع حالات للx والy المدخلات هي كالتالي عندما تساوي x صفر فإن عكسها واحد عندما تساوي x واحد فإن عكسها صفر عندما تكون قيمة y تساوي صفر فإن عكسها واحد وعندما تكون قيمة y تساوي واحد فإن عكسها يساوي صفر سوف نستعرض الآن طريقة التمثيل الرياضي لوظائف الدائرة المنطقية دالة OR تكتب كالتالي F تساوي X OR بعلامة الزائد Y وتنطق X OR Y وترسم بالشكل التالي كما تعرفنا سابقا الدالة الثانية دالة AND تكتب بالشكل التالي F تساوي X AND Y وتمثل الآن بعلامة الضرب وتسم الدالة بالشكل التالي كما تعرفنا عليها سابقا دالة الأخيرة دالة X NOT تكتب F تساوي Y NOT وتكتب بالشكل التالي Y مع كتابة شرطة أو F تساوي X NOT وتسم الدالة بالشكل التالي كما تعرفنا عليها سابقا تعرف الدالة FUNCTION المذكورة سابقا بأنها العملية الرياضية التي تقوم بها البوابة سوف نستعرض الآن طريقة التمثيل الرياضي لوظائف الدائرة المنطقية كمثال صمم تنظيما للبوابات المنطقية التي تنفذ الدالة المنطقية التالية F تساوي X AND Y NOT OR Y AND Z NOT في البداية نريد معرفة كم عدد المتغيرات في هذه المعادلة عدد المتغيرات أو المدخلات هي ثلاثة X Y Z نبدأ أولا بكتابتها هنا X Y Z سنقوم بتقسيم المعادلة إلى جزئين الجزء الأول هو X AND Y NOT والجزء الثاني هو Y AND Z NOT نرسم الجزء الأول X AND Y NOT نبدأ برسم خط مستقيم من الـ X وخط مستقيم من الـ Y لكن الـ Y من فيه هنا؟ فنرسم بوابة العكس البوابة بين X و Y NOT هي بوابة الـ AND نرسمها كما هو موضح والمخرج الناتج سوف يكون مع الجزء الثاني من المعادلة الجزء الثاني يرسم كالتالي نقوم بإسقاط خط مستقيم من الـ Y والـ Z هنا من فيه فترسم في بوابة NOT Why AND Z NOT ترسم في بوابة AND المخرج من الجزء الأول من المعادلة مع الجزء الثاني من المعادلة في بوابة OR وترسم بالشكل التالي الناتج هو عبارة عن F فونكشن بهذا نكون قد صممنا الشكل الرسومي للدالة F سنقوم الآن بعمل جدول الحقيقة truth table مدخلات البوابة كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن ثلاث متغيرات X و Y و Z يوجد ثماني حالات العمود الأول 0,1 0,1 0,1 0,1 العمود الثاني 0,0,1 1,0,0,1 العمود الأخير أربعة أصفار ثم أربع واحدات بالتالي نقول قد ذكرنا جميع الحالات الممكنة للثلاث متغيرات الموجودة كمدخلات للبوابات سوف نستعرض الآن نتيجة الجزء الأول من الدالة X and Y not إذن نحتاج إلى العمود الأول مع العمود الثاني ولكن العمود الثاني نحتاج إلى عكسه لأنها منفية تصبح 0 and 1 يساوي 0 0 and 1 يساوي 0 0 and 0 يساوي 0 0 and 0 يساوي 0 1 and 1 يساوي 1 1 and 1 يساوي 1 1 and 0 يساوي 0 1 and 0 يساوي 0 بهذا أوجدنا نتيجة الجزء الأول X and Y not الجزء الثاني من المعادلة هو عبارة عن Y and Z not إذن نحتاج إلى العمود الثاني من المدخلات هو عمود الY والعمود الأخير Z ولكن عكسه لأنها منفية فتصبح فتصبح 0 and 1 وال1 0 نجد النتائج الآن 0 and 1 يساوي 0 0 and 0 يساوي 0 1 and 1 يساوي 1 1 and 0 يساوي 0 0 and 1 يساوي 0 0 and 0 يساوي 0 1 and 1 يساوي 1 1 and 0 يساوي 0 بهذا نكون قد أوجدنا نتيجة الجزء الأول من المعادلة في هذا العمود وجزء الثاني من المعادلة في هذا العمود يتبقى لنا عملية الأور أو بوابة الأور بين الجزءين 0 or 0 يساوي 0 0 or 0 يساوي 0 0 or 1 يساوي 1 0 or 0 يساوي 0 1 or 0 يساوي 1 1 or 0 يساوي 1 0 or 1 يساوي 1 0 or 0 يساوي 0 بهذا نكون قد أكملنا جدول الحقيقة الخاص بالمعادلة f تساوي x and y not or y and z not إذن تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على تصميم المنطقي استعرضنا فيه جدول الحقيقة للدوائر المنطقية والتمثيل الرياضي لوظائف الدائرة المنطقية